بعد تواصل مع الدولة السورية كما اجتماع مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حطم لف الاتصالات الجارية لإعادة النازحين رحاله على طاولة قصر بعبدة حيث اطلع رئيس الجمهورية العماد مشالعون من وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين يرافقه المحامي بول مرؤوس على مصار العمل القائم لإنجاز خطة الدولة اللبنانية التي تهدف إلى إعادة 15 ألف نازح شهرية الجانب السوري نحن عتواصل والدولة السورية فاتحة إيدة للتعاون لحتى نسهل أمور العودة لسوريا للنازحين عودة كريمة وآمنة طبعا نحن طرحنا فكرة أنه النازحين يتلقوا المساعدات المادية والعينية بسوريا ولكن للأسف هذا ملك أصدى طالما العودة رح تكون متجزئة كل شهر دفعة طلبنا من المفوضية أنه لما يجي ترم 15 ألف اللي يديروه جرعوا كل شهر يوقفوا عنهم المساعدات لأن المساعدات والدفع بلبنان عبتكون حافز اللي بقيهم للأسف نحن طريقتنا بالحل هو العودة التدريجية المجزئة على أساس ضيعة ضيعة أو ضحية ضحية برارا وتكرارا عبر الرئيس عون عن قلقه من مواقف دولية تحول دون عودة النازحين السوريين إلى وطنهم من هنا سألنا مرقص هل دخلنا جديا في حل هذا الملف الشائك؟ هناك قرار بهذا الموضوع صادر عن مجلس وزراء بتكليف وزير المهجرين بالإعداد بهذه المساعدة من العودة وصار في زيارات زيارة أو أكتر مني عارف قام بها الوزير المذكور من أجل الحل حل هذه المشكلة المتفائمة واللي عم بتترتب أعباء كتير كبيرة على البلد يعني عندك تقريبا أكتر من مليون ونص رغم العدد الكبير اللي رجع لكن لازم يصير فيه انتظام بهذا الرجوع بين انتظار تشكيل لجان دولية لتنسيق العودة من جهة ورفض المفوضية بأن يتلقى النازحون المساعدات المالية والعينية في سوريا من جهة أخرى هل الخطة معرضة للسكوت؟ ما في عندك معبر إلا التعاون الدولي بهذا الموضوع إذا مفوضية شؤون اللاجئين والسلطات السورية والدول المحيطة مثل أردن والتركية وغيرها غير متعاونة هذه السلطات لبنان لوحده ما بيقدر ينفذ الإعادة لكن هاي المساعدة بدأت تكون سريعة وحاسمة وما يكون فيها اشتباك بالسياسة في لبنان حتى هالناس قدر ترجع فيما يختص بمن لا يريد العودة إلى سوريا تحدث المجتمعون عن إمكانية اللجوء إلى قوانين دولية بعدما قام مركص بإجراء دراسة فعلى ماذا تستند؟ اللي بيلجأوا عادة من بلد إلى بلد يسمون بالقانون الدولي لاجئين لكن بحالة لبنان نحن مسمينه النازحين بسبب أنه لبنان ليس بلد لجوء ولبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 فبالتالي فيه هناك قوانين داخلية ترعى هذا الموضوع إضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ العالمية ومنها اللي وارد بالاتفاق يدون أن نكون نحن ملزمين بها وبالتالي حسب قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج صادر سنة 62 فيكتار دخلوا بشكل غير شرعي وبالتالي المعاملة تكون على نحو عقابة لهؤلاء وهناك المرجع الأساسي الدستور اللبناني اللي هو بيمنع التوطين بالفقراته من مقدمة الدستور في خطوات متسارعة يوم غد تجتمع أيضا لجنة عودة النازحين بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والوزراء السابع المعنيون فهل سيصل هذا الملف إلى خواتيم تطبيقية على أرض الواقع؟ بعد سنوات من لا مبالات دفع ثمنها لبنان غالياً اقتصادياً واجتماعياً؟